موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الطلاب أهلا وسهلا بكم في درس من دروس الصف الحادي عشر في مادة اللغة العربية سنتناول اليوم قصيدة جند الله وهي قصيدة مدرجة ضمن مجال الأدب شحنة من العواطف والانفعالات سنتناول هذه القصيدة بالشرح والتحليل ولكن بعد هذا الفاصل القصير فانتظرونا إن شاء الله أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائي الطلاب كما ذكرنا قبل الفاصل سوف نتناول قصيدة جند الله وهي مدرجة ضمن مجال الأدب شحنة من الانفعالات والعواطف نقع القصيدة قبل الشروع في شرحها والحديث عن بروفها وأجوائها نقول أب الله إلا أن يكون لنا الأمر لتحيا بنا الدنيا ويفتخر العصر وتخدمنا الأيام فيما نرومه وينقاد طوعا في أزمتنا الدهر وتخضع أعناق الملوك لعزنا ويرهبها منا على بعدنا الذكر بحيث حللنا الأمن من كل حادث وفي سائر الآفاق من بأسنا ذعر بطاعتنا لله أصبح طوعنا الأنام فما يعصى لنا فيهم أمر جعلنا الجهاد همنا واشتغالنا ولم يلهنا عنه سماع ولا خمر وثير حشايان السروج وقمصنا الدروع ومنصوب الخيام لنا قصر نسير إلى الأعداء والطير فوقنا لها القوت من أعدائنا ولنا النصر فبأس يذوب الصخر من حر ناره ولطف له بالماء ينبجس الصخر وجيش إذا لاق العدو وظننتهم أسود الشراء عنت لها الأدم والعفر ترى كل شهم في الوغى مثل سهمه نفوذا فما يثنيه خوف ولا كثر إذا استغلقت شم الحصون فعندنا مفاتحها بيض مضاربها حمر بنسترجع الله البلاد وأمن العباد فلا خوف عليهم ولا قهر أعزائي بعد قراءتنا للقصيدة لا بد أن نتعرف على أجوائها وعلى قائلها فمن هو أسامة بن موقذ؟ أعزائي هو شاعر وعالم وفارس وأمير عربي ولد قبل انطلاق الحروب الصليبية الأولى بعامين أي في سنة 488 وكانت أسرته تتوارث الإمارة في حصن شيزرة بالقرب من مدينة حماه وعمل في خدمة عدد من الدول التي كانت قائمة في ذلك الوقت كالدولة الزنكية في بلاد الشام ثم الدولة الفاطمية في مصر ثم عاد إلى الشام بعد مصر وقد صحب صلاح الدين الأيوبي في نهاية عمره حيث توفي في عام 583 نتساءل الآن عن جو النص ما هي الظروف التاريخية التي أحاطت بهذا النص ولماذا صدر الشاعر أسامة بن منقذ كان يعمل في خدمة الأمير نور الدين محمود بن زنكي وهذا الأمير أمير عرف بحروبه الدائمة وانتصاراته الكثيرة على الصليبيين وفي ظل هذه الانتصارات كان شاعرنا أسامة بن منقذ من الفرسان الذين شهدت لهم المعارك في ذلك الوقت إذن مناسبة القصيدة كانت هي تخليد لهذه الانتصارات العديدة للسلطان نور الدين محمود وقد تحدث في القصيدة على لسان السلطان فكأنما السلطان هو الذي يفتخر بانتصاراته ويبررها كما سنلاحظ عند تحليلنا للقصيدة إذن جو النصي نظمت القصيدة تخليدا لانتصارات السلطان نور الدين محمود بن زنكي على الصليبيين الذين احتلوا بيت المقدس ومناطق أخرى من بلاد الشام وقد كان الشاعر مشاركا في كثير من المعارك التي خاضها السلطان ننتقل الآن إلى مناقشة الأبيات سوف نقسم القصيدة ونبدأ بالوحدة الأولى في القصيدة وهي الأبيات الأربع الأولى يقول في هذه الأبيات أبى الله إلا أن يكون لنا الأمر لتحيا بنا الدنيا ويفتخر العصر وتخدمنا الأيام فيما نرومه وينقاد طوعا في أزمتنا الدهر وتخضع أعناق الملوك لعزنا ويغهبها منا على بعدنا الذكر بحيث حللنا الأمن من كل حادث وفي سائر الآفاق من بأسنا ذعر نتساءل عن الفكرة الرئيسة التي تعبر عنها هذه الأبيات لكي نستنتج هذه الفكرة لا بد أن نعود إلى الأبيات مرة أخرى لكي نستنتجها نرى أن الشاعر يبدأ بأن الله قد أبى إلا أن يكون لهم الأمر وإلا أن يكون لهم حكم الناس وبث الأمن بينهم لذلك يفصل الشاعر لتحيا بنا الدنيا ويفتخر العصر وتخدمنا الأيام إذن كل تحيا بنا الدنيا ويفتخر العصر وتخدمنا الأيام وينقاد طوعا وتخضع أعناق الملوك وما إلى ذلك كل هذا كان بمشيئة الله سبحانه وتعالى إذن الشاعر يريد أن يقول لنا بأن ما وصلوا إليه من انتصارات إنما كان من مشيئة الله سبحانه وتعالى ننتقل الآن إلى السؤال الثاني وهو عن تعديد المظاهر التي ساقها الشاعر في هذه الأبيات لكي تدل على قوة المسلمين فما هي هذه المظاهر؟ نعود مرة أخرى إلى الأبيات لتحيا بنا الدنيا ويفتخر العصر والعصر يفتخر بأولئك الفرسان الأقوياء الذين ملأوا ساحته بالفخر والمجد أما البيت الثاني يا عزيزي فهو يقول وتخدمنا الأيام والأيام كما هو معروف في الشعر العربي هي عدو لدود للإنسان لأنها تجلب له الرزايا والبلايا ولكنها في عصر السلطان نور الدين محمود صارت خادمة للمسلمين وصارت موطئة لانتصاراتهم ولهزائم أعدائهم وينقاد طوعا في أزمتنا الدهر والدهر أخ الأيام في مصائبه وبلاياه ولكنه في عصر السلطان جاء طائعا ومقادا لكل أوامر السلطان ونواهيه وكذلك بالنسبة إلى الملوك في البيت الثالث فالملوك خاضعون لأمر السلطان وخائفون من ذكره على بعده منهم وكذلك من مظاهر قوة المسلمين التي ذكرها الشاعر بأن الأمن سائد وعام في بلادهم وفي جميع المناطق الواقعة تحت حكمهم بينما مواقع الأعداء ومناطقهم كانت مليئة بالخوف والذعر من جيوش المسلمين إذن مظاهر القوة هي تحقيقهم لأهدافهم بسهولة ودون عوائق وهذا نستنتجه من خدمة الأيام لهم وخضوع الدهر لحكمهم كذلك طاعة ملوك العدو لهم وخوفهم منهم وقدرتهم على بصل الأمن في مناطق نفوذهم بعد تعديدنا لمظاهر القوة التي ذكرها الشاعر نسترجع الآن المجال الذي ذكرناه الأدب شحنة من العواطف والانفعالات والنص كما لاحظنا مليء بالعواطف والانفعالات فنتساءل الآن ما هي العبارات التي أوردها الشاعر في هذه الأبيات وتدل على عاطفة الفخر والاعتزاز بانتصارات المسلمين نرجع إلى أبيات القصيدة لاحظ لتحيا بنا الدنيا ويفتخر العصر هذه العبارة تحيا بنا الدنيا كأنما الدنيا لا تعيش إلا بوجود المسلمين وإلا بوجود انتصاراتهم على أعدائهم وهذا مصدر فخر لأي إنسان وتخدمنا الأيام فيما نرومه وكما قلنا الدهر والأيام كانت عدوة للشعراء على مدى الزمن ولكنها الآن أصبحت عبدا قنا طائعا لمولاه إذن أيضا خدمة الأيام وانقياد الدهر من مصادر الفخر عند الشاعر وتخضع أعناق الملوك لعزنا والملوك لا يخضعون لأحد ولكنهم في عصر السلطان نور الدين صاروا خاضعين له خوفا من بأسه وخوفا من قوة جيوشه التي تجتاح أرضهم كل ما شاء وأخيرا يا أعزائي في قوله بحيث حللنا الأمن من كل حادث أيضا فخر للشاعر بأن مناطقه مناطق آمنة وبلاد المسلمين بلاد خالية من الخوف والذعر ورعب بينما بلاد الأعداء مليئة بالخوف والذعر من جيوش المسلمين وسطوتهم يقول إذن العبارات التي تدل على الفخر والإعجاب من مثل عبارة تخضع أعناق الملوك لعزنا تحيا بنا الدنيا ينقاد طوعا في أزمتنا الدهر وفي سائر الآفاق من بأسنا ذعر بعد هذه العبارات التي تدل على فخر الشاعر واعتزازه وإعجابه بانتصارات المسلمين نتساءل كيف رأى الشاعر أثر هذه الانتصارات على الحياة الإنسانية وليس على حياته فقط فنقول في سؤالنا التالي يرى الشاعر أن انتصاراتهم تؤثر في الحياة وضح ذلك نرجع أيضا إلى الأبيات يقول أبى الله إلا أن يكون لنا الأمر والأمر المقصود به هنا الحكم لتحيا بنا الدنيا ويفتخر العصر إذن حياة الدنيا تكون في انتصارات المسلمين وفي شمول حكمهم لجميع المناطق التي يرومون حكمها لأنهم سوف يحكمون هذه المناطق بحكم الإسلام وبالقيم الإنسانية العليا فحكمهم فيه مصلحة للبلاد والعباد نقول في إجابة هذا السؤال يرى الشاعر بأن انتصار المسلمين هو انتصار للإنسانية والحياة فبه تنتعش الحياة وتخرج زينتها ويعم الأمن والأمان جميع البلاد الواقعة تحت حكمهم بعد هذه المناقشة يا أعزائي لابد أن نتعرف على بعض المعاني للكلمات الصعبة التي وردت في هذه الأبيات فنقول بين معاني الكلمات فوق الخط في الأبيات التالية أبى الله إلا أن يكون لنا الأمر ما معنى الكلمة أبى عندما نرجع إلى كلمة أبى في المعجم نجد أنها بمعنى كرهة والمعنى الحاصل من ذلك بأن الله كره إلا أن يكون لهم الأمر يعني أحب أن يكون الحكم للمسلمين في هذا العصر وتخدمنا الأيام فيما نرومه رام يرومه رام الولد شرب الماء إذن طلب شرب الماء أو أراد أن يشرب الماء وينقاد طوعا في أزمتنا الدهر الأزمة يا أعزائي جمع لكلمة زمام والزمام هو حبل تقاد به الناقة أثناء سيرها بحيث حللنا الأمن من كل حادث ما المقصود بالحادث؟ المقصود بالحادث يا عزيزي هو مصائب الدهر ونوائبه وفي سائر الآفاق من بأسنا ذعر والبأس يا عزيزي شدة الحرب وشدة الشجاعة في الحرب إذن يأبى تأتي من الكراهية نروم رام الشيء يرومه أي طلبه أزمتها جمع كلمة زمام وهو الحبل الذي تشد به الناقة حادث جمعها حوادث وهي مصائب الدهر ونوائبه بأسنا البأس هو الشدة في الحرب بعد تعرفنا على معاني الكلمات ننتقل إلى بعض المظاهر الفنية في الأبيات فنتساءل السؤال الأول ما المحسن البديعي في البيت التالي بحيث حللنا الأمن من كل حادث وفي سائر الآفاق من بأسنا ذعر عندما نحلل هذا البيت ونقعه بشكل جيد نجد أنه عرض حالا في الشطر الأول منه بحيث حللنا الأمن من كل حادث وهو حالة الأمن المنتشرة في بلاد المسلمين الواقعة تحت حكمهم وفي سائر الآفاق أي في بلدان العدو من بأسنا ذعر إذن حالة الخوف المنتشرة في بلاد العدو إذن في هذا البيت تقابل بين حالين حال الأمن وحال الذعر الأمن في بلاد المسلمين والذعر في بلاد أعدائهم إذن في البيت مقابلة بين حالين حال الأمن في مناطق حكم المسلمين وحال الذعر من المسلمين في مناطق العدو وهذه المقابلة توضح مدى قوة المسلمين لأن القوي قادر على بسط الأمن في بلاده وإرهاب عدوه بالإضافة إلى هذا توضح مدى وطبيعة تعاملهم مع من هم تحت حكمهم ومع أعدائهم فمن هم تحت حكمهم ينعمون بالأمن والأمان ومن يعاد المسلمين في ذلك الوقت فهو يعيش في حذر وخوف دائم بعد ذلك نتساءل عن الصور البيانية اشرح الصورة البيانية في البيت التالي وبين نوعها وتخدمنا الأيام فيما نرومه وينقاد طوعا في أزمتنا الدهر لاحظ أنه قال وتخدمنا الأيام ونستدل من هذه العبارة على أنه شبه الأيام بالإنسان لذلك نكون أمام استعارة مكنية حيث شبه الأيام بالعبد وحذف كلمة العبد أي المشبه به وأبقى على لازم من لوازمه وهو كلمة تخدمنا إذن الصورة الأولى هي استعارة مكنية لاحظ أيضا في قوله وينقاد طوعا في أزمتنا الدهر هل الدهر من الأمور التي نستطيع أن نجرها بالحبل؟ طبعا لا إذن شبه الدهر بالناقة أو البعير الذي يقاد بالحبل وحذف الناقة والبعير على سبيل الاستعارة المكنية لأنه أبقى على لازم من لوازمها وهو قوله أزمتنا إذن في شرح الصورة نقول شبه الأيام بالعبد وحذف المشبه به مع الإبقاء على لازم من لوازمه وهو الخدمة وشبه الدهر بالبعير وحذف المشبه به مع الإبقاء على لازمه وهو الإنقياد بالزمام وجاءت الصورتان على سبيل الاستعارة المكنية ولكن فلنتساءل الآن لماذا جاء بهاتين الصورتين؟ ما هي فائدة تصوير الدهر والأيام بالعبد والناقة؟ إن هذه الصورة يا عزيزي توضح لك مدى انقياد الأيام لحكمهم ومدى سهولة حصولهم على أهدافهم إذن في هذه الصورة وقد عمقت الصورتان معنى قوة المسلمين وقدرتهم على تحقيق أهدافهم من خلال حالة الإطاعة التامة عند العبد في الصورة الأولى والناقة في الصورة الثانية إلى هنا نصل إلى نهاية شرحنا للأبيات الأربعة الأولى وننتقل إلى الأبيات التالية يقول بطاعتنا لله أصبح طوعنا الأنام فما يعصى لنا فيهم أمره جعلنا الجهاد همنا واشتغالنا ولم يلهنا عنه سماع ولا خمر وثير حشايان السروج وقمصنا الدروع ومنصوب الخيام لنا قصر نسير إلى الأعداء والطير فوقنا لها القوت من أعدائنا ولنا النصو بعد قراءتنا لهذه الأبيات نتساءل ما هي العلاقة التي تربط هذه الأبيات بالأبيات الأربعة الأولى التي أرضناها قبل قليل نقرأ هذه الأبيات بطاعتنا لله أصبح طوعنا الأنام لاحظ عندما قال أصبح طوعنا الأنام هذه الحال هي حال شرحها الشاعر بالتفصيل في الأبيات الأربعة الأولى فذكر انقياد الأيام والدهر والملوك وعموم الأمن في بلادهم وعموم الخوف في بلاد العدو إذن هذه الأبيات أو هذا البيت يعلل لنا لماذا أطاع الأنام السلطان نور الدين محمود إذن بطاعتنا لله أصبح طوعنا الأنام فما يعصى لنا فيهم أمر ثم يصف هذه الطاعة عندما يقول جعلنا الجهاد همنا واشتغالنا ولم يلهنا عنه سماع ولا خمر إذن قال بأننا شغلنا بطاعة الله من خلال الجهاد وابتعدنا عن معاصيه وهي السماع والخمر ثم يقول بأننا من خلال هذه الطاعة جعلنا وثير حشايان السروج وقنصنا الدروع ومنصوب الخيام لنا قصر وهو بيت سوف نعرض لشرحه بعد قليل ولأننا نسير إلى الأعداء والطير فوقنا لهلقوت من أعدائنا ولنا النصر إذن العلاقة بين هذه الأبيات والأبيات التي سبقتها هي الأبيات الأربعة الثانية وهي الأبيات التي قرأناها قبل قليل تعلل نصر الله للمسلمين وتذكر مصدر قوتهم وسر غلبتهم وذلك من خلال بعض الصفات التي أهلتهم للنصر إذن هذه الأبيات الأربعة تعلل لقوة المسلمين وسر غلبتهم التي ذكرها في الأبيات الأربعة الأولى التي شرحناها قبل قليل ننتقل الآن إلى السؤال التالي في هذا المجال فنقول ما الفكرة التي عبرت عنها الأبيات السابقة نقع الأبيات من جديد لكي نستنتج من خلالها الفكرة يقول بطاعتنا لله أصبح طوعنا الأنام فما يعصى لنا فيهم أمره لماذا صار المسلمون بالقوة التي لا يعصى لهم أمر من قبل أعدائهم لأنهم مطيعون لله ثم في الأبيات التالية يفصل في هذه الطاعة ويبين كيفية طاعتهم لله وابتعادهم عن معاصيه في قوله جعلنا الجهاد همنا واشتغالنا ولم يلهنا عنه سماع ولا خمر إذن البيت الثاني يفصل في معنى البيت الأول والبيت السابع أيضا يفصل في معنى البيت السادس لأن من جعل الجهاد همه واشتغاله يجعل وثير حشاياه السروج وقمصانه الدروع والخيام له قصر ثم نتيجة ذلك يكون سيره إلى الأعداء مصحوبا بالطيور الجوارح التي تبحث عن قوتها في جثث الأعداء الذين سيقتلون وينتصر المسلمون في معاركهم إذن الفكرة من هذه الأبيات هي الالتزام بأوامر الله والجهاد في سبيله علة الانتصار ننتقل إلى السؤال التالي يقول ما المعنى الذي أضافه تنكير كلمة أمر في قوله بطاعتنا لله أصبح طوعنا الأنام فما يعصى لنا فيهم أمر لماذا جاءت كلمة أمر نكرة ما الفائدة من التنكير في هذا البيت إن التنكير يفيد العمومة والشمول وعندما جاء بكلمة أمر عامة وشاملة من خلال تنكيرها دل على أن الأعداء لا يعصون أي أمر يصدره السلطان نور الدين وهذا يدل على خضوعهم التام فيخدم معنى القوة التي وصلت إليها جيوش المسلمين في ذلك العصر إذن في إجابة هذا السؤال نقول دل التنكير على شمول الطاعة لكل الأوامر دون استثناء وهذا يعمق أثر الانتصارات التي ذكرها الكاتب السؤال التالي يقول بين علاقة ما تحته خط بما قبله في البيت التالي بطاعتنا لله أصبح طوعنا الأنام فما يعصى لنا فيهم أمر لاحظ قوله فما يعصى لنا فيهم أمر ما هي العلاقة التي تجمع بين هذه العبارة وما سبقها أليس في قوله طوعنا الأنام معنى فما يعصى لنا فيهم أمر ما هي العلاقة التي تجمع هاتين العبارتين إذن نلاحظ أن هذه العبارة أي العبارة الثانية هي تفصيل للعبارة الأولى وبيان لعمق الطاعة التي ذكرها الكاتب أو الشاعر إذن في إجابة هذا السؤال نقول قوله فما يعصى لنا فيهم أمر تفصيل لما ذكره من طاعة الأنام لهم في صدر البيت وقد جاء به للتوكيد وبيان مدى الطاعة ننتقل إلى هذا السؤال يقول كيف عبرت الأبيات عن حال اللذة التي يعيشها المجاهدون أثناء الحق عندما ذكر الشاعر جهاده لعدوه وجهاد المسلمين لهم ذكر أنهم قوم يلتذون بهذا الجهاد ولا يحسون بالتعب ولا يرهقهم هذا الجهاد بل يستلذون بكل لحظة يكونون فيها في سبيل الله إذن نقع الأبيات وثير حشايان السروج إذن الحشايا هي الفرش والفراش المريح بالنسبة إلينا هو سرج الخيل وقمصنا الدروع ملابسنا الفاخرة هي الدروع والقصور التي نتنعم فيها ما هي إلا خيام الجهاد إذن نقول في الإجابة من خلال تشبيه المجاهدين بالمتنعمين من خلال تشبيه لوازم الحرب وعتادها بلوازم الرفاه والبذخ فسرج الخيل فراش مريح والدرع قميص فاخر والخيمة قصر فسيح يقول السؤال التالي جيش السلطان محمود معروف بالانتصارات الدائمة كيف عبر الشاعر عن هذا المعنى لاحظ في الأبيات عندما يقول نسير إلى الأعداء والطير فوقنا لها القوت من أعدائنا ولنا النصر إن الشاعر في هذا البيت ذكر بأن الطيورة قد اعتادت على جيش السلطان محمود فهي تعلم بأنه جيش كلما تحرك فإنه يصنع الانتصارات وهي طيور جارحة تريد أن تأكل فتأكل من ضحايا هذا الجيش إذن هي لا تحتاج إلى البحث عن الطعام وأن تضرب في الأرض باحثة عن صيد تقتنصه بل تحتاج إلى مسايرة جيش السلطان محمود لكي تغفر بغذائها إذن نقول في إجابة هذا السؤال من خلال إشارته إلى اتباع الطيور الجارحة للجيش لمعرفتها بقوته وثقتها بانتصاره فهي ستجد ما تأكل بعد كل معركة يخوضها فلا تحتاج إلى التفتيش في الأرض بحثا عن الطعام ننتقل إلى الثغوة اللغوية ونسأل عن معاني بعض الكلمات لاحظ السؤال بين معاني الكلمات فوق الخط في الأبيات التالية بطاعتنا لله أصبح طوعنا الأنام ما المقصود بكلمة أنام؟ الأنام يا أعزائي تعني كل مخلوق على سطح الأرض جعلنا الجهاد همنا واشتغالنا ولم يلهنا عنه سماع ولا خمر السماع من الكلمات المشتركة فهي تدل على الاستماع إلى أي حديث وتدل أيضا على الاستماع إلى الطرب والغناء فهو يقول بأننا لم نلتهي بحياة الترف وشرب الخمر وسماع الغناء عن الجهاد وثير حشايان السروج ما المقصود بوثير؟ الوثير هو الناعم اللين الحشاية هي الفراش والسروج هي ما يوضع على ظهر الدابة ليركب عليه الإنسان نسير إلى الأعداء والطير فوقنا لها القوت من أعدائنا ما المقصود بالقوت؟ القوت يا أعزائي هو الطعام إذن في معاني هذه الكلمات نقول الأنام ما ظهر على الأرض من جميع الخلق وثير الناعم اللين حشاية جمع حشية وهي الفراش السروج جمع سرج وهو رحل الدابة القوت هو الطعام والسماع هو الغناء ننتقل الآن إلى التذوق الفني فنقول اشرح الصورة البيانية في البيت التالي وبين نوعها لاحظ معي وثير حشايان السروج هذه العبارة الأولى شبه السروج بالحشاية أي الفراش الناعم اللين نلاحظ أن المشبه مذكور والمشبه بيه مذكور ولكن لا نجد وجها للشبه ولا نجد أداة للتشبيه فما نوع هذا التشبيه أحسنت هو تشبيه بليغ وقمصنا الدروع أيضا شبه الدروعة بالقميص الفاخر ونجد المشبه والمشبه به مع حذف الأداة ووجه الشبه وهذا أيضا تشبيه بليغ ومنصوب الخيام لنا قصر أيضا شبه الخيامة بالقصر مع عدم ذكر أداة التشبيه ووجه الشبه وهذا أيضا تشبيه بليغ إذن في هذا البيت ثلاثة تشبيهات بليغة شبه سروج الخيل بالفراش وشبه الدروعة بالقمص وشبه الخيامة بالقصور وفائدة هذا التشبيه تقريب الذهن إلى تصور لذة الجهاد التي يشعر بها المجاهدون وذلك من خلال تشبيه مستلزمات الجهاد بمستلزمات الترف والرفاة إلى هنا أعزائي الطلاب يدركنا الوقت فيمنعنا من شرح بقية أبيات القصيدة ولكن نعدكم بأن نشرحها في الحلقة القادمة إن شاء الله وعلى أمل اللقاء بكم في تلك الحلقة نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة